السلام عليكم قصتنا اليوم من سوريا وحصلت أحداث هذه القصة في العاصمة السورية دمشق في عام 2020 وصراحة قصة شيقة وفيها تفاصيل مثيرة وأحداث تستحق المتابعة ولكن قبل ما أبدأ في القصة حاب أنوه إلى شغلة علقت إحدى الأخوات على قصة يوم أمس اللي هي عن مهنة الطب والقصص هذه فبتقول يعني أنت بتنصح الأطباء في كيفية أداء عملهم وحاطة 16 إشارة استفهام حاب أقول أنا أنو الأطباء بداية أوجه تحية لكل طبيب لأنه هذه المهنة الإنسانية ولكن إحنا بشكل يومي نسمع في كثير ناس تتوفى وتموت بسبب أخطاء طبية والفكرة أنه وليش لحتى ما ننصح الأطباء هل هم الأطباء يعني هم رسل مرسلين ولا ملائكة ولا ناس معصومين عن الخطأ يعني بالعكس يوميا نشوف عشرات الحالات وحتى يوم أمس أو قبل يومين ثلاث أغلق أحد المشافي في دمشق في سوريا بسبب خطأ طبي أودى بحياة شاب ضربوه إبر الدواء وهذا الشاب كانت حالته بسيطة جدا ولكن توفي واشتكوا ذوي الشخص هذا الشاب المتوفي على المستشفى وتم إغلاق المستشفى وتشميعه بالشمع الأحمر أنا بزماناتي رحت على أحد المستشفيات ودي أسوي قصدرة للأطراف السفلية والطبيب اللي طالب القصدرة رئيس قسم القلب في هذا المستشفى شعره كله أبيض ما فيه براسه ولا شعره سودة بروفيسور بدل ما ودي يسوي لي قصدرة في الأطراف السفلية ودي يسوي لي قصدرة بالقلب في اللحظات الأخيرة بعد ما كنت لابس لباس العملية وكانوا معطيني بعض الحبوب علشان أخذها هذه قبل القصدرة وإلا باللحظة الأخيرة قال ممكن شوف التقرير اللي معطينك يا أو الصورة قلت له أنت اللي كاتب التقرير فلما شاف التقرير قال أوف أنت مشكلتك بالأطراف السفلية مو بالقلب قلت له إيه طبعا وأنت اللي طالب القصدرة فأجلني لليوم الثاني وباليوم الثاني سوالي القصدرة في الأطراف السفلية وقال لي عندك الشرايين يسوي لي هيك لايك يعني أوكي يعني ما في داعي لل أنك تتركب شبكات أو دعامات أو شيء كذا قلت له لا وقال يعني أنه في خلل بسيط وكذا قلت له الخلل البسيط أنا ودي أصلحه يا أخي ما ودي أخلي خربان قال أوكي وقام كتب لي على قصدرة جديدة بتكلف مبلغ قائل ولمحاصن الصدف أنه لما سويت القصدرة الثانية مو هو الطبيب نفسه اللي سوالي القصدرة طبيب ثاني مختص بقصدرة الأطراف السفلية ولما شاف وسوينا القصدرة قال لي أنت أجيت ماشي على أجريك ولا محمل قلت له والله ماشي الحمد لله قال لي فيه ختيار بنفس الغرفة قال لي هذا الختيار عمره 72 سنة وشرايين إجروا أحسن من شرايين إجرك فيعني أنا جبت المثال هذا على أنه الأخطاء الطبية شائعة وكثير من الأطباء للأسف في إهمال وحتى في قصة يوم أمس الرجل اللي توفي بسبب إهمال الطبيب في قسم الطوارئ ما سواله أي فحوصات مخبرية أو أي شيء للجثة وراح موته على أساس أنه كان ميت عادي أما الطبيب الثاني اللي فحص وأخذ عينة من الجثة وفحصها تم اكتشاف عن طريق هذا الطبيب الذكي اكتشاف الجريمة الثانية وتم اكتشاف المجرم بسببها فلا تقولوا لي أطباء وما أطباء كل الناس تخطئ ولكن أخطاء الأطباء أخطاء جسيمة وكبيرة قصتنا للي اليوم حصلت في العاصمة السورية دمشق مثل ما قلنا في العام 2020 حازم من عائلة بسيطة جدا وشاب بسيط كان يدرس في المدرسة لما وصل لي الصف التاسع كان مجموعه ضعيف جدا يعني ما يخولوا أنه يدخل مثلا لأنه بعد التاسع يتقرر المصير هل يدخل المجالات الصناعية والحرفية ولا يدخل المجالات الأدبية والعلمية فكان مجموعه بسيط جدا في الصف التاسع وقام أبوه ما خلاه يدخل المدارس هذه اللي هي الحرفية والكهرباء والصناعة والقصص هذه وفي جار خياط لهم عنده محل خياطة رجالية قالوا يا ابني ما لك إلا أني أحطك عند محل جارنا الخياطة هذا وتتعلم مهنة الخياطة وهذه مهنة جميلة ومهنة يعني نظيفة بس بدها شوي التركيز وتفهم المصلحة وبالأيام الصير وفعلا بدأ حازم يروح يجي على محلها الخياطة في البداية أول ما دخل على محل الخياطة هذا التكنيس المحل وتنظيف المحل تعرفون يعني أي واحد لما يدخل على المصلحة الجديدة وخصوصا للحرفيين هذول أول شيء تنظيف وتكنيس وسوي قهوة وسوي شاي وسوي كذا إلى أن يعني مر عليه شهور لحتى يبدأون يعني يعلمونه شوي شوي المهم هذا بدأ يتقن المصلحة وكان يعني حازم شاب عنده نسبة من الذكاء لا يستهان فيها وكان يحب الشغلات هذه يعني ما كان يحب يعني مشانه يتشوفه ما نجح بالمدرسة وتروح الأيام وتيجي الأيام حازم صار خياط من أمهر الخياطين في المنطقة اللي هو فيها وقام أبوه فتح له محل خياطة وكان عمره بهذاك الوقت حوالي 19-20 سنة الكلام هذا في 2014-2015 فتح له محل خياطة وجاب له الماكينات الماكينات التطريز والماكينات اللي يحتاجها الخياط واشترى له بعض أنواع القماش وهو مختص في الخياطة الرجالية وبدأ يربي زباين وكان يعني شاب حبوب وشغله نظيف يعني اتعلم المصلحة هذه وصار محترف فيها مو أنه ولا يلا خياط على الماشي لأن الخياطة الرجالية أصعب من الخياطة النسائية وتحتاج إلى حرفية مو أي واحد يقدر يمتهن مهنة الخياطة الرجالية وبالإضافة لتفصيل بعض البدلات والثياب كان يشتغل أيضا في تصليح الثياب وهذا شيء طبيعي بس بعض الخياطين ما يصلحون خلص يقولك احنا نفصل جديد وبس فهو كان يعني بسبب الأوضاع الاقتصادية كان يصلح مثلا واحد يشتري من الثياب المستعملة شيء وده تقصير وده تضييق فكان يشتغل بالإضافة لتفصيل الثياب في هذا الأمر وبدأ محله يزدهر وأموره عالي العال وصار عنده زبايل وصار مدخوله ممتاز إلى حد الآن الأمور تمام وعالي العال في يوم من الأيام يجي أحد الأشخاص واسم هذا الشخص بلال جاي بقطعة إقماش ودي يفصلها بانطلون عند حازم وهذا بلال تقريبا من نفس الحارة ولكن بطرف الحارة صار مضطرف شوي عن محل حازم فدخل على المحل السلام عليكم كيف الحال جاي بقطعة إقماش ودي أفصلها بانطلون وبدأ حازم ياخذ الإقياسات والطول والعارض وكذا والأمور هذه وقعد كان مسوي حازم قهوة وعزم هذا الرجال على فنجال قهوة وبدأوا يتجاذبون أطراف الحديث قال له والله أنا سمعت عنك كثير وأنت خياط شاطر وخياط كذا وخياط محترم وقام أخذ رقم تليفون حازم علشان بس يخلص البنطلون هذا يتصل عليه علشان يجي ياخذوا التليفون أحسن ما يجي يعني ويكون مجاهز وراح هذا الرجال حسام يومين ثلاث يتصل عليه حازم قال له بنطلونك جاهز يجي عليه ياخذ البنطلون وقعدوا لهم كمان شي عشر دقائق ربع ساعة كان المحل فاضي والظاهر أنه الشباب استحبوا لبعضهم حازم وبلال والمحبة من الله سبحانه وتعالى المهم الشباب هذولا بعد ما شربوا القهوة وكذا وكان يعني الوقت متأخر شوي يعني ما ظل فيه زباين وكانت الساعة تقريبا بين التسعة والعشرة بالليل وودي يسكر حازم فقال له شو في عندك أنت يعني الآن قال له والله ودي أسكر وودي يروعه على البيت قال شو رايك نطلع نتمشي شوي هيك به الحارة يعني بما أنه خلاص ما ظل عندك شغل ووديك تروعه على البيت قال لهوكي ما في مشكلة وراحوا يدرجون في أطراف الحارة وبهي فيها الشوارع والجو كان مناسب أو يتجاذبون أطراف الحديث وبدأ التعارف بيناتهم هذا بلال عمره بهذاك الوقت يعني تقريبا بالخمسة وثلاثين سنة وحازم عمره بالواحد وعشرين يعني في فرق بيناتهم حوالي خمسة عش سنة ولكن القلوب تآلفت بسبب أنه يعني في فرق بيناتهم خمسة عش سنة وكيف صاروا أصدقاء هذا بلال قريب من القلب وروحه مرحة شوي وشغل شباب يعني صح في خمسة عش سنة بيناتهم بس حازم ما حس في فرق الخمسة عش سنة بطريقة التعامل والكلام وكذا وحس أنه هذا لسه شباب يعني حس أنه من جيله وبدأت العلاقة هذه تطور بين حازم وبلال يوم يطلعون على سهرات يوم يطلعون على حفلة يوم يطلعون يسهرون عند أصدقاءهم صار حازم يروح يسهر عند بلال بلال يريد يسهر عند حازم وزيارات العائلية وفي يوم من الأيام يخطب حازم خطب ودو يتجوز صار في سن تقريبا 23 سنة وشاف له بنت حلال وخطب وتزوج وكان من أول الحضور والمدعوين الصديق العزيز هذا بلال وفعلا تم الحفل على خير وتزوج حازم والأمور تمام التمام بعد ما تزوج حازم رجعت الزيارات العائلية صارت تزود أكثر طبعا بلال متزوج وعنده ولد وبند صارت الزيارات متبادلة بين هالعائلتين بين الشخصين هذول وحازم مدخوله المادي كويس هذاك بلال يشتغل في إحدى الشركات موظف وراتبه على قد الحال راتبه بسيط جدا ويا الله يعني من نصف شهر يخلص هذا الراتب وكان في عنده أحد أخوانه خارج سوريا كان بعض الأحيان يرسله بعض الحوالات المالية من أجل أنه يساعده وبسبب هالأوضاع هذه كان كل فترة والثانية بلال يطلب بعض المبالغ المادية من أخوه هذا اللي برات البلد وكان هذلك أيام يرسل وأيام ما يرسل وبلال صار عنده التزامات زيادة وصار عليه ضغوط والأوضاع الاقتصادية كل ما حالها للأسوأ والغلاء اللي قاعد يصير وفرق العملة والأمور اللي يتعرفونها فقام بلال صار يدين بعض المبالغ المادية من صديقه حسام الخياط كل فترة يجي الألف والألفين والأربعة والخمسة والدين هذا بدأ يتراكم على بلال مرات أخوه البلال لما يبعت له حوالي يرجع له جزء من هذه المبالغ اللي مدينها منه بلال يرجعها الحسام ولكن في الفترة الأخيرة يعني في عام 2018 و2019 بلال بدأ ينكسر على أجار البيت بلال ما عنده بيت ملك مستأجر وأجار بيت ومي وكهرباء وأطفال وزوجة ومسؤوليات بدأ ينكسر على أجار البيت وصار يزود المبالغ اللي يطلبها من هذا الشاب الخياط حسام وحسام ما كان يرده فيه غالبية الأوكات وهو يعرف وضع حسام أنه وضع كويس ماديا عنده مردود وبدأ يستلف منه مرة عشرة مرة خمسطعش مرة عشرين مرات يرجع له جزء بسيط منها أخوه ذاك أيام يرسله أيام ما يرسله حوالي والأوضاع كل ما حالها من سيء إلى أسوأ بالنسبة إلى بلال أوضاعه المادية سيئة صارت إلى أن دخلوا في عام 2020 وبدأت الجائحة اللي اشتاحت العالم معروفة هذه ما أقدر أقول اسمها على اليوتيوب وتكركبت أمور الناس كلها بشكل عام وتعرفون الحظر اللي صار وقلة الحركة والأشغال تعطلت وقامت الدنيا وما قعدت فيها الأيام هذه حسام اتضرر ما يظل عنده شغل زيادة أبو تصليح بعد مرات واحد يجي يقصر له بنطلون واحد يضيق له قميص يعني شغلات بسيطة جدا الناس الشغل ما فيه ويا الله ودها تاكل وتشرب ما عند حدا يفصل لا ثياب ولا عد يعني إلا ما ندر بالشهر يا الله واحد يفصل له واحد اثنين يفصل لهم بناطلين أو بدلة أو شي وباقي متى بقى كله تصليحات ما تكفي أنه يعني حق أكل للبيت وهذا حسام ما كان مصمد يعني كانت الأمور أول بأول وما كان محتاج حدا وما على يدين وفاتع محل ومروا على العال وكان مدين هذا بلال مبلغ من المال لا يستهان فيه بدأ حسان يطالب بلال بالمبالغ المالية هذه ويقول لصديقه بلال يا أخي يا حبيبي يا قلبي يا بلال شايف أنت شلون الأوضاع وشايف أنت المحل قاعد تيجي تقعد عندي هذا كان بلال يجي يقعد أحيانا في المحل وبلال صار شبه عواطلي عن الشغل ما عاد يشتغل يقول له أنت شايف وضعي شلون يعني وفاتع بيت وبحاجة للفلوس اللي أخذتها مني يعني أنت لوين ما تبدأ كتظلك اليوم وبكرة توعدني يقول له يلا بكرة هلكم يوم إن شاء الله حكيت مع أخوي يحول لي مبلغ وإن شاء الله أسدد لك جزء وعلى هالمنوال يمر أول شهر وثاني شهر وثالث شهر ورابع شهر وحسامي لح بالمطالبة الرجال حقه يعني دين صديقه على أساس أن يفضي حاله ولكن ما عاد يرجع له ولا قرش من المصاري اللي أخذها وبدأت المماطلات من بلال على اليوم وبكرة واليوم وبكرة أخوي يحول لي وهذا يستنى واليوم يتصل حسام يتصل على بلال بلال أيام يرد أيام ما يرد أيام يقعد يسب عليه يقول له يا عمي أنت ترى قرفتني ترى مو بس مو بس أنت لك مصاري يعني مو بس أنت مدين كل الناس مدينة بعضها يا أخي يقول له أكيد يا أخي كل الناس مدينة بعضها بس أنا ودي يعني يعطيني جزء ما أني طالب كل الفلوس ولكن هذاك لا حياته لمن تنادي ولا أي يعني مبلغ بسيط بس يسكت حسام ويخلي يسلك أموره ومر على هالحالة حسام عدة شهور وهو يطالب ولكن بدون أي نتيجة وعلاقة الصداقة هذه ماشية ولكن فيها صار بعض الفتور بسبب أنه هذا بلال الرجال مطنش حسام ومه راضي يردله ولا أي شيء من الفلوس بس وعود خلابية وعود كاذبة واليوم وبكرة إلى أن في يوم من الأيام يتوفى أحد الأشخاص من نفس الحارة وهذا الشخص صديق مشترك بين بلال وبين حسام فيه معرفة بيناتهم يعني معرفة سطحية والثنين يعرفونه هذا الشخص توفي في حادث سير وهذاك اليوم طلعوا من المستشفى جابوا الجثمان ودهم يشيعونه ويدفنونه في مقبرة الحي وكان من المشاركين فيه التشيع بلال وحسام شاركوا فيه التشيع بما أنه صديق ويعرفونه وراحوا على المقبرة ويدفنوا هذا الصديق وقروا الفاتحة عليه وعزوا ذوي الشخص المتوفي على المقبرة لأنه كانت الدنيا فيها الجائحة هذه وحضر تجول والقصص هذه وكان ممنوعة بيوت العزاء وهم راجعين من المقبرة قام حسام قال البلال قال له شو في عندك اليوم شو ما في عندك وكانت الدنيا تقريبا المغرب قابل أذان المغرب بشوي قال له والله ما عندي شي قال له وين بدنا نسهر اليوم السهرة وين عندي ولا عندك حسام يقول البلال فقال له بلال قال له والله خلينا نسهر عندي أنا اليوم عندي البيت فاضي زوجتي زايرة عند أهلها هي والولاد وتعالي سهر عندي قال له طيب على بركة الله خليني بس أروح على البيت أغير ثيابي وأجهز نفسي وأجيك روح أن تسبقني على البيت وقام بلال راه على بيته وحسام راه على بيته خلال هاليومين ثلاثة اللي مرى انها دول كان سمعان حسام أنه بلال جايه مبلغ مصاري جيته حوالي من أخوه فعلا قام حسام راه على البيت جهز نفسه وبعد شي ساعة إلا ربع راح لعند بيت بلال ودق الباب مين قال أنا حسام فتح بلال الباب ودخل وقال الحسام سكر الباب وراك فعلا دخل حسام سكر الباب وراك وبلال كان ماشي قدامه في كريدور صغير يؤدي إلى الصالة ويقوم حسام يسحب عصى كان مخبيها تحت الثياب ويناول بلال ضربة على راسه من الخلف ضربة قوية جدا داخل بلال يعني وده يقع استند على الحيط كان الكريدور ضيق شوي استند على الحيط هذا على الحيط هذا حاول يتمالك نفسه ويرجع يناوله الضربة الثانية في الضربة الثانية وقع بلال في الأرض وتسطح يجي حسام يقعد على صدر بلال ويبدأ يخنق فيه هذاك من حالات الروح دايخ والضربة هذه على خلفية الرأس ضربة مؤلمة جدا وتعمي البصر والدوخ الواحد يعني إذا واحد يضرب رأسه بشيء بسيط فمم بالك ضربة قوية فكان ما هم استوعب وما هم ركز وشنو اللي قاعد يصير مو عرفا لما بدأ يخنق حسام يخنق بلال حاول هذاك من حالات الروح أنه يدافع عن نفسه بشتى الوسائل ولكن كانت الضربة هذه اللي على رأسه بدأ الدم ينزف من رأسه من الخلف وأطبق عليه حسام إيديه وظل يخنق فيه إلى حد ما توفي مات ما ظل فيه لا حركة ولا شيء وبعد ما أمن عليه أنه مات وما ظل فيه حركة نهائيا قام فتش ملابسه لقى المحفظ الرجالية فيها الإثباتات الشخصية وفيها مبلغ مالي بسيط يعني يقدر بـ 10.000 15.000 الليارة سوري مبلغ زهيد ودخل إلى المنزل جوه وبدأ يفتش فيه غرفة النوم في الجوارير في الخزانة في أي مكان متوقع أنه ممكن يكون مخبي فيه فلوس ولكن الصدمة أنه ما لقى غير المبلغ المالي البسيط هذا اللي فيه المحفظة وقام أخذ المبلغ هذا وأخذ المحفظة كاملة اللي فيها الإثباتات الشخصية والفلوس وأخذ جوال بلال وقام سكر الباب وطلع وراح حسام على بيته ارتاح شوي وغسل وريح والوقت صار هنا يعني تقريبا حوالي صلاة الإشاء أذن الإشاء في عنده حسام صديق ثالث هذا الصديق ينقال له محمد قام اتصل حسام على صديقه هذا محمد وعزمه على السهرة وقال له تعالي سهر عندي فعلا شي ربع ساعة ولا يجي محمد وكان حسام مرتاح ومغسل وقاعد بانتظار محمد فعلا دخل محمد وبدأوا في السهرة شاي وعصير ومتى وقهوة وما بعرف إيش صار الوقت يعني تقريبا حوالي الساعة تسعة تسعة ونص قام حسام اتصل على تليفون بلال يتصل قدام محمد ومحمد صديق مشترك أيضا بيناتهم يعني كان يسهر معهم بعض الأوقات وفيه معرفة شخصية يتصل حسام التليفون مغلق تليفون بلال وبهذا الوقت كانت الكهرباء مقطوعة فقال ممكن أنه الكهرباء مقطوعة وجواله فاضي من الشحن فأسع منه لشوي تيجي الكهرباء ونرجع نتصل عليه فعلا بعد نص ساعة يرجع يتصل حسام على بلال أول مرة وثاني مرة وثالث مرة بهالوقت هذا كانت جاي الكهرباء وقال حسام يا أخي بلال ما قاله بالعادة ما يرد على التليفون ولو كان جواله طافي من الشحن كان شحن لأنه جدت الكهرباء محمد يقول له عادي ممكن يكون نايم يكون كذا قال له أكيد مو نايم أنا شفته شفت لما رحنا شيعنا صديقنا فلان واجينا واتفقت أنا وياه قلت له على أساس يعني وإحنا راجعين على أساس السهرة عندي قال له حتى زوجته مهم موجودة يعني هو قال له إنه زوجته مهم موجودة بالبيت ولحاله أصبره وشوي نص ساعة ساعة زمان يرجع حسام يتصل على بلال كمان تليفونه مغلق صارت الساعة حوالي 11-11 ونص بالليل قال له يا حسام يقول له محمد يقول له والله انشغل بالي على بلال يعني خاف صاير عليه شيء لا سمح الله أو كذا قوم خلينا نروح يا أخي نشوفه نطمن عليه وفعلا يقومون حسام وصديقه محمد يروحون على منزل بلال دقوا الباب ما في حدا يجاوب ورجعوا دقوا الباب مرة ثانية يعني يدقون أقوى كمان ما في حدا يجاوب والكهربة كانت جاية في البيت والباب حديد الباب هذا الباب الخارجي حديد وفيه ثقب صغير في الباب قام حسام يقول له محمد قال له شوف من الثقب هذا شوف مو مبين حدا عليك فقام محمد يشوف من الثقب هذا الصغير وقال له يشوف الكارثة قدامه أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حسام يقول له شوفي قال لك شو صاير شوفي يقول له وكتعال شوف هالشوفة قال له بعد هيك خلنا شوف والله لما صار يشوف حسام من الثقب أيضا قال له هذا الزلمة ميت أو صار عليه شيء والدم سارح تحت منه قال له يا محمد ما قالنا إلا نروح نبلغ الشرطة شلون يروح يتهمون إحنا قالوا يا أخي إحنا الباب مسكر والزلمة ميت جوا خلينا نروح نبلغ الشرطة وفعلا يقومون مركز الشرطة يعني ماشي حوالي عشر دقائق ويروحون ماشي على مركز الشرطة ويبلغون عن إنه فيه صديق إلنا رحنا نسهر عنده ودقين الباب ما حدا يجاوب نظرنا من الثقب الموجود في الباب وإلا الرجل متسطح بالأرض وفيه دم تحت منه لربما يكون متعرض لجريمة قتل أو شيء وفعلا يقومون الرجال الأمن تيجي دورية شرطة ويركبون معهم حسام ومحمد يجون على البيت فعلا رجال الأمن لما شافوا من الثقب هذا فعلا الرجل متسطح بالأرض والدماء تحت منه وساعة يا لطيف قاموا وخلعوا الباب محمد وحسام بمساعدة رجال الأمن وحضر رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية حضروا إلى المكان وبدأوا يعينون مكان الجريمة وحسام منهار وقاعد يبكي على صديقه يا صديقي ويا حبيبي يا بلال مين سوى فيك هيك وكذا وتعرفون أنت صديق واحد ميت صديقه وديه ينفعل عليه ويتعذب ويزعل فبدأ رجال البحث الجنائي برفع الأدلة الجنائية ورفع البصمات والأمور هذه اللي في مسرح الجريمة وبدأوا يسألون هذا الشخص يعني مين أقاربه متزوج ما هو متزوج قالوا له هذا الرجال متزوج طبعا فزعت الجيران كل ياتها على الجريمة هذه شو فيه شو صحير قالوا والله لقينا بلال مقتول في شقته قالوا هذا الرجال متزوج وزوجته يعني واحدة من الجارات قالت زوجته راحت لعند أهلها وما في غيره موجود في المنزل وبدأوا يسألون الجيران والمحيط عن علاقات هذا الشخص هل هو أعداء شو يشتغل شو كذا إلى آخره انتبه رجال الأمن ورجال البحث الجنائي أو المباحث انتبهوا على تصرفات حسام أنه حسام منفع لزيادة عن اللزوم فسأل ضابط التحقيق قال مين اللي بلغ عن هذا الشخص أو عن الوفاة فقالوا رجال الشرطة قالوا أنه هذا الشخص وما شخص ثاني هما اللي بلغوا عن الجريمة وبدأ هذا الضابط يراقب تصرفات حسام حسام ممثل قاعد يمثل ولكن بمبالغة يعني يبكي ويا صديقي ويا حبيبي ومين اللي سوى فيه كيك والله لو أعرف لا أشرب من دمه والله من التمثيلية هذه لفت نظر المحقق كان هذا حسام لابس أجلكم الله بإجره شحاطة فيه نقطة دم على أحد أظافر قدمه أحد أظافر قدم حسام انتبه عليها وبدأ يسأله الضابط هذا يسأل حسام قال له أنت شو تعرف عنه هذا الشخص قال له هذا من أعز أصدقائي أنا وياه الروح بالروح ما ناكل إلا سواه ما نطلع إلا سواه وحتى قبل شوي المغرب كنا أنا وياه شيعنا صديقنا ودفننا وجينا وعلى أساس روح يسهر عندي وروحنا أنا رحت على بيتي وقاعد أنا وصديقي محمد واتصلنا عليه أكثر من المرة التلفون مسكر فقلت لصديقي خلينا روح نشوفه يا أخي والله قلبي عليه مثل النار وجينا وشفنا شوفه يا سيدي قال له بسيطة إلا ما نكتشف المجرم ويقومون يكربشون حسام ويأخذونه على التحقيق لما أخذوا على التحقيق أخذوا من آثار نقطة الدم اللي موجودة على أظفر قدم حسام طبعا هو ما كان منتبه عليها مغسل ورجال ناسي يغسل قدم وأوضال له هاي النقطة نقطة الدم وأخذوا عينة منها وقارنوها بالمخبر الجنائي مع عينة من دم بلال أودوها على المخبر الجنائي وبانتظار نتيجة التحليل وانتبه الضابط أيضا على أيدين حسام أنه في بعض أنه متخرمش خرمش هيك في بعض الجروح البسيطة قالوا من إيش هذي قالوا والله كنت مدري شو أسوي طلعت على الحيط مدري على السطح قالوا طلعت على السطح مو طلعت نتيجة التحليل والنتيجة كانت أنه نقطة الدم اللي موجودة على قدم حسام نفسها من الدم بلال واجهوا بالأدلة والبراهين وانهار حسام واعترف بيئة جريمة اللي اقترفها وقتل صديقه بيئة العصة والسبب قال أنه يعني رجال كنت أطلبه فلوس وسمعت أنه جايوا مبلغ من المال وأنا طلبته كثير وقليل ولكن ما كنت أحصل منه أي مبلغ مالي ولو بسيط قالوا له يعني أنت بسبب مبلغ مالي دين تذبح صديقك بغض النظر عن أحوال ولو مماط ولو كذا فيه يعني اشتكي عليه يا أخي فيه وجهاء بها الحي فيه كذا المهم ما لكم بالطويلة تم تقديم حسام للمحاكمة وبعد عدة جلسات تم الحكم عليه بالإعدام يعني مثل هذا الشخص قتل صديقه ويتم أبنائه وهو راح إلى التهلكة إلى الإعدام وزوجته راح تترمل يعني وخرب بيته وبيت صديقه وسمعت أهله يعني عمل مشين هذا الجريمة غير مبررة أبدا فيه عندك عدة حلول كان ممكن أنك تمشي عليها فدائما لازم الإنسان قبل لا يتصرف أي تصرف وقبل ما الشيطان يفتل عقله يعد للمليون ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويكون حكيم في تصرفاته لأنه هذا قتل وإزهاق روح فدائما خلكم حذرين ومنتبهين أبعد الله عنكم وعننا الجرائم والقتل كانت هذه نهاية قصتنا لهذا اليوم بارك الله فيكم لا تنسون الاشتراك في القناة اللي ممشترك ولا تنسون من لايك للفيديو ودمتم برعاية الله اشتراك في القناة